أشعر بحزن كبير وأنا أقوم بهذه الزيارة إلى منزلي المناضي الكبير والمسؤول السياسي المتمييز والصديق العزيز السحمد حرزني أشعر بهذا التأثر بالنظر لعلاقة التي كانت تربطني به ومن ضمنها أننا كنا نعيش معا في نفس هذا الحي وفي نفس هذا المكان بحيث أن منزله يبعد عن منزل القديم بأقل من مئة مدر لكن أكثر من ذلك سحمد حرزني قامة حقيقية كبيرة ومناضل يساري تقدمي من الطراز الرفع ورجل عرف ما عرفه من محان وعش سنوات طويلة في محنة الاعتقال لكن كل ذلك لم يجعله أبدا يقارب الحياة بنظرة سلبية بل عكس ذلك كان رجل تفاؤل كان رجل استطاع أن يواكب مرحلة قراءة هذه السنوات التي كان من ضحيتها من أجل أن يتمطي هذه الصفحة والتوجه إلى المستقبل وأذكر في هذا الباب مداخلاته والقيمة والمتميزة عندما كانت جلسات الاستماع للإنصف والمصالحة وكان جرئا جدا بوقوفه بنبرة نقدية داتية على مصار ولكن أيضا بتوجهه إلى المستقبل وهكذا ظل إلى نهاية حياته مساهما بشكل إيجابي في كل ما يمكن أن يقدم مصار الدمقراطة وخدمة حقوق الإنسان وتوسيع الحريات وظل متشبتا بوطنه بمغربه وكانت له أدوار إيجابية بكثير من التواضع وهكذا كان حرز النمتال حقيقة قدوة بالنسبة لأجيال من المناضلات والمناضلين رحمة الله عليه في هذه اللحظات وكل تعزي لأسرته الصغيرة والكبيرة ولأسرته اليسار عموما ولجميع مكونات الشعب المغريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر